موسيقى 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 السلام عليكم و سعاد الله و سعادكم بكل خير و تابعينا في كل مكان اهلا وسهلا بكم في انطباع انمي فاير فورس الجزء الثاني الحلقة الثانية لذلك خلونا نبدأ موسيقى 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 للامان الحلقة الثانية كانت مستوى اخر عن الحلقة الاولى الحلقة الاولى جاب لنا شوي تعريف شوي تذكير شوي حماس لكن الحلقة الثانية دخل لنا في العميق من الان بداية جابنا من قائد اوبي قاعد يقول لحق شينرا روح للفرقة الرابعة و شوف لنا قضية القائد حقه وش سنفته وش قصته طبعا تكلم القائد الفرقة الثامنة ان القائد الفرقر او المجموعة الرابعة معنا صح تحت قيادة هيئة الوقاية من الحراق طبعا اذا اللي يذكر جزء الاول كان نجابه ان الفرقة الثمانية كلهم كل واحدة او كل فرقتين تقريبا موزعة تحت هيئة معينة موسيقى كلهم تحت هيئة واحدة لا في هيئات هي مسؤولة عن هذه الفرق فا وتكلم عن الفرقة الثامنة انها لها هيئة معينة ما اذكرونه بالضبط الشيء الفرق بس ان انا عارف انهم كذا موزعين وكل واحدة منهم هيئة كانت تمسك تمسك فرقة ولها توجه معين مختلف فكان يتكلم يقوله بما انك انت شفت القائد الفرقة الرابعة من قبل في الوصلة الادلة او الادلة اللي انت عندك انك جاتك فيها فلازم تروح تشوف وش قصته وش سالفته هذا الشيء بيفيدنا احنا كفرقة الثامنة ان نحقق في جميع الفرق وش اللي وش علاقتهم بندوشها وش علاقت هذا الشلي بيوصل لش اللي يفعلنا فقال شينرا يوكاي وراح للفرقة الرابعة طبعا الفرقة الرابعة صراحة عجيبة غريبة اول شي يعني توضح لنا كثير من الامور منها اللي هو بان اللي كان ملازم في الفرقة الرابعة كان هو المدرب في الاكاديمية اللي كان يروح لها شينرا طلع لنا اكتر من شخص كانوا مع شينرا وارثر في الاكاديمية وحين توضح لنا اساسا ايش المشاكل بين ارثر وشينرا من قبل اللي هو اوغين طبعا وكان هو الافضل بالنسبة لما قال لها حتى شينرا ان كان اوغين هو الاسمراني قال انه كان الافضل على الدفعة كاملة وكارين خويم ذا اللي بوشاعر اللي ماده اشترفته اش قصته وصر شي اتوقع انه توضح لنا بعض الامور اللي كانت ما كان مبشر فيها لكن وضحت لنا كان ضرب مع طبعا شينرا هو كان ثيمة مشكلين مع بعض مثلا مثل ارثر يعني هو ارثر كلها مشاكل طبعا الملازم بان يصفر كلها بالصفارة حتى يسونف بالصفارة هم عارفين طبعا طلابه افهمون الحفيدة اللي كانت موجودة تعتبر ايضا ملازمة وهي حفيدة القائد الفرقة الرابعة الشايب اللي مكمخ وجهه هي تصرف عن حفيدة القائد وهي الملازمة اللي جايبة شينرا عشان توصلها حق القائد وقد قالت له يعني هم رايحين لحق القائد اساسا تكلم الملازم حقه فانترا القائد طبعا القائد هذا لحزة الحلقة بالنسبة لي صراحة تكلم عن الملازم ان هذا القائد احنا نحترمه هذا الشخص اللي شطرية من شيء ولا شيء الى اعلى شيء احنا نحترمه كلنا اعتبره قدولنا فايا نياكد غلط اياه ولا تسوي حاجة غلط لكن انا يمشفتها يعني صراحة انصى دامت الجديد بالذكر طبعا في الحلقة ان الملازم هو صوت ايرون سميث من الهجوم العمالقة والقائد ينطلع كان صوت القائد بروك من انيوان بيس ايضم فصوتهم كانت كويسة وقائد صوته مره جاي عليه على فكرة على الجنون واخباله اول ما دخل عنده الشينرا كان يتكلم الرجال بالرزانة وكل الكلام يسمعنا عنه كلام طيب وانه قائد محترم كذا فجأة احرقني اضطرحني زبني طلع ملحوز لكن الغريب العجيب اللي انا حاولت افهم يعني الملازم كان يتكلم ان هذا الشخص يعتبر قدوة وكل حاجة بس الكلام اللي كان يقول الحاجة شينرا ان انا يعني اشوف انه هذي مثل الاله هذا مثل النور ايضا انا كنت انقذ الناس وكتوله كنت انقذ الناس بس يمجاني هذا الشمخ وجهي انار للطريق يعني كذا كان لديك هذا معنى او ضدنا واش قصة هذا شايفة واش سالفت مع الادرولا لينك وكل حاجة الشي السالفة شلي في مخة طبعا برضو قلوك انه ما عنده بس انه مثل مثل القاد الأول اللي انحركت عينه يعني اذا ما تقول مع الادرولا شريط ضحب حاجة عشالسي تجيه الضربة هذي فهو اساسا ما عنده الوصلة ادولا لينك ما هي موجودة عنده لكن لامست جسده يعني جه مس شي شي كذا من قبيل الجنون هذا اللي توضح لي اوقيع فهمت من هذه الحلقة اللي ضحك عطوها انه قال احرقني ابن نيرانك خلني اذوق نيرانك خلي كل حاجة كل شي كان ماشي اوكي الين ما دخلوا الثلاثة ذلك اللبسين للاطفاء وطلع واحد منهم اللي هو كارين اللي كان يضرب معه شنراو كان عطلة بيهاجم ضربة لكن تحركات القائد هنا يوم تحرك باستناسوا ربطهم ومساكهم كذا قال ولا حركة ولا واحد منكم ويتحرك ولا حاجة وتكلم مع الملازم وقال شكله هذي الجماعة جاههم مس او شي من قبيل لانهم يتحركون من غير شعور مثلا مثلا ما طلعت هذي المثل وحش عند شنراو قال قوله خلاص يعني الى مثلا انت بتمسك روحك الى مثلا انت بتمسك روحك طبعا هنا في البداية انا صراحة كنت اظن كنت اظن ان اللي يتلاعب فيه ولا حرض هذا اللي داخله هو القائد الفرقة الرابع لكن اللي توضحني فيما بعد بعد ما اطلعوا الاثنين ذلك اللي فوق اللي اسمهم كارون و هامية ترى انا كاتب اسميهم بس صعب الواحد يحفظها او ينطقها صعبا لكن ان شاء الله مع الوقت ان يحفظها اكتر اكتر فجابوان ثانية يتكلمون ان انا كنت ابي اتلاعب بس في ديلة لكن حاليا انا حفزت الشيطان او الشخص اللي موصول بشنرا و بدأ يطلع يتحكم يعني كان شنرا كان يتكلم الشيطان اللي داخله او البنت اللي تربست في داخله وكانت تقول له انت كبحت نفسك لمدة 12 سنة الى متى زي كده سويت اللي تبي كلها في الاخير وكتلع شيطان ومك شيطان كل شي شيطان كل شي خراب انت حاقد على القائد الاول لازم تظهر غضبك وتبدأ تجلد فيهم واحد تلو الاخر استيقظ شي داخل شنرا زي الشيطان اللي داخله وبدأ يدخل سراع نفسي اساسا يقول لها امين انت لا مو بنتي سيستر شل اللي تبين تسوينا شل اللي تبين ان نوصل له الامانة كانت مرة مرة جميلة هذي المشاعر الصراع اللي داخلي بين وبين نفسا طبعا طبيعي طبيعي اني يضعف ويستسلم لنا حساسا فيه فضع يأس يعني ما قدر ان قد اخوي امي حدي عاشه هي شيطانا ما ادريش سالفاتها لازم اروح انقذها ليش القائد الاول خف عني في كثير من الامور الجوكر شل اللي يبغى مني كثير من الامور كده متضاربة فراسفة طبيعي لما يجيك واحد يوسوس عليك كده خلاص تنفجر فهنا بدأ ينفجر شنرا وصل حدي يعني خوص ان الناس كان يسبون ان تقاتل امهات وزي كده فالحقد عنده واصل الالف فبس كان تنك تحفيز شي بسيط وانفجر الشيطان لداخله طبعا بعد ما انفجر شيطان لداخله خلاص ولع بدأ القائد يقاتل جهن الملازم بان برضو كان قدرة التعزيزية مره بالصفار ان يعزز ويحمي القائد حقه لانه شنرا قام يجد بقوة يعني بدأ شيطان او الشيخص اللي داخله يستحول عليه بدأ يجد بلا رحمة فمع انه مبسوط تس يقول الله انا كذب نحضر بادر رحمه يخرب بيته الشاي وقصف بالله بمصاحي مساحة من شنرا وطلع معه وقاعد يقول له يا بالحلال لا تتلقى تفادى بضربات قال والله ودي بس ياخي ممتعة يخرب بيتك من شاي باشينا طبعا هنا وهنا طبعا تدخل اوغن اووية ارثر اخوياه اللي كانوا في الاكاديمية او اللي كانوا مقربين لشنرا اكثر شيء مع ان شنرا ما عنده مشاكل مع ارثر لكن دخولهم كان قوي جدا وكالو طق مع انه عندهم تعزيز من الملازم لكن كالو طق حتى اوغن قال يا ولد ايش في ذا مصاحي لكن اللي ضحك اكثر فراحة في هذه الحلقة عندك شايب بالحالة هذه القضية عندك الملازم مع صفراحة قضية اخرى عندك الشي اسمه ارثر قضية مختلفة تماما بس فراحة انا ارثر حبيته بعد هذه الحلقة حبيته اكثر واحترمته اكثر و اولا كنت اشوفها غثيث و اهبلة لكن بعد ما اعرفت قصتها اثرت فيني كثير فادر هنا يمقال لها بدأ الشايب يقول له يعني لازم احنا تعاون و اذا كده خلاص دخلتوا بدأ يعيش الاحلام طبعا طول وقت انا حتى كنت اشوفها في الجزء الاول يقول له شيد قاعد يشوف احمر على انه حصانا شالت خياله ذا الواسع من وين جايب هذا الخيال اساسا لك انه يموضحوا في هذه الحلقة ايش سبب هذا الخيال صراحة ايضا ابداع من الكاتب ابداع من الفكرة انه ومن صغرة الرجال عايش الخيال طبعا ظروفها كانت مرة صعبة ظروفها هالا مرة صعبة كان ابوها يعيش الخيال و يكفينا متخلع عنها هذا الشيء سيطرة مرة صعبة فالخيال هو الشيء الوحيد الذي يراحم هذا الشخص انه ما يصير شيء وسخ ولا شيء اسود بالعكس يعني قاعد عيش لانه خيالك كذلك و تصير وصخ شيء مو كويس يعني خلك في خيالك عيش في خيالك و سوفي اللي تابه يا شيخ بس لا تطلع برا فكان قتاله مع شنرا كان قتال اقوى قتالات يعني بالنسب لي يعني شفتها يمكن حاليا في فرص القتال بينهم كان مرة مرة رهيب جدا اسطوري كان هنا ارثا يقول حق شنرا ايه انت مو بو انت راني انا عارفه مين اضربتك تغيرت وين كلامك عن الهيرو وين كلامك عن الابطل وكيف تصير البطل وكان الشيطان يدخل شنرا يقول له هاي هيرو يا ابن الحلال شنرا يفادني فيه هيرو طوال الفترة النقاش كان قوي جدا وعميق جدا الشيطان اللي داخله كان سيطر ومستحود عليه وكان يقول لك كلامه والله يوم قال قال شوف لك اربع ضربات تضربني ثلاث انا بسمحكي الرابع ان ضربتني قاسما بالله خلاص يعني انا هذا البحث وصار القتال بينهم وقسم بالله فيه ضرب وجلد جامد يا جماعة الخير يعني لدرجة ان حتى ارثي كان ضربا قال انا لو ما قاتل بنية القتل انا هموت فلازم انا كون جاد معه مئة بالمئة خلاص هذا ما يمزح هذا ما يلعب وقام والله جلد يا شيخ اول مرة شوفين رأي يقاتل كده وحتى ارثي اول مرة شوفين يقاتلون زكرة امان القتالهم كان مرة اسطول يحسن حتى الجزء الاول مع لي منكم والله عظيم تحمست مع القتال حقهم بشكل لا يوصف للحاك يلاعد ارثي على حراسي مستخدم القائد كدرع كانت الدرع حقي والقاد يتلق اوه 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 اغربيته لكن انا خدا حين اتوضحت هالقائد هم لا معنى اوه اوه ضدنا بس الي وضحو انه معنى لكن ملحوز يعني زي ما تقول اي مخم فيه تويست اوشيك كي نو قليط الي وضحو لي انه معنى مو ضدنا يعني هو مع شنرا هو من الأشخاص الطيبين في هذا الأنمي وليس سعين مثل سيد الذكر ما بيقول اسمه فبعد كل هذا وكل حاجة الكلام اللي قاله برضو أرثر يعني مع شنرا أن أنا ترى كنت كارها كريم ما قلت شغلة واحدة أنت تتبق معي فيها أنا عندي حلم أني أكون فارس ينقذ الناس وأنت عندك حلم أن تكون بطل ينقذ الناس في الأخير هم عملتين لوجه واحد في الأخير يعني الشارتين في الأخير لهم لإنقاذ الناس أنا كفارس وأنت كبطل خلاش يرجع لك أنا كان أشوف أن الفارس أكثر يعني روعة وأنت تشوف البطل أكثر روعة بس أنت حين قاعد تروح عن طريق هذا فأهم يا أبوي وش أنت أنت شيطان ولا يعني كلام تحفيزي قوي جدا من آرثة الصباح تم ما توقعت منه فقال يا هذا مفترق تلق بالنسبة لي ولك يعني يا تزبط حالك ولا لا 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 قصة كنت صحي فالضربة اللي بعدها كان بيوجهها شنرا قسم بالله توقع على جهة حق آرثة كان رحت عن غلطة وصقع نفسها عشان قال لا أنت مصجك تسعني هذا السؤال أنا أكيد بطل وبطل رح أنقذ الناس ورح ينقذ الناس ويظل ينقذ الناس الله أكبر كلمات مرة قوية وجبارة صراحة قالها وأعجبني فيها شنرا يمضرب نفسه وقال فزح كنا يعني تمزح معي حتى أساسا أنا بطل فما فيها كلام تخأس انت يا الشيطان الأهم يمكن في هذا الحلقة كلها الكلام اللي قال الشيطان اللي كان داخل أو الروح اللي كانت متلبسته في الأخير يوم قالت لنا دامنك قالت تعالز انت قمعد تروحين قولي لي وين مكان أمي دامنك قالت لا مكن تردت لها تشدابة بس إنها قاعد تخليه يغوص في الضرام أكثر أكثر قالت دقائق معدودة معك بس كانت ممتعة جدا بالنسبة لي لكن الكلمة اللي قالتها واللي صدمتني أكثر أكثر قالت عن ثلاثة جخصيات اللي استيقظت عندهم أدرولا رينك يعني الأدرولا رينك الثاني اللي هو شو اللي هو يعتبر أخو أيضا شنرا وحين ثلاثة شنرا وفي واحد رابع جاي في الطريق منه الشخص الرابع اللي جاي في الطريق هذا السؤال اللي يطرح نفسه هنا منه الشخص الرابع هذا اللي بدأت تسيقل عنده الأدرولا رينك يعني منه هذا الشخص وقالت برضو منه اللي حيحصى على هل فريق نطفى أول ولا دندوشة أكيد الدندوشة يحس فيه وعارف بس من اللي بيحصى على أنا شو حاليا وذلك ثلين يعتبرون مع اللي هو الدندوشة خلاص منتهي منها اللي هي هاوميا وياشي الشو هذه الثانية خلاص مع الدندوشة حاليا عندنا اللي هو شنرا مع المطافر شخص الرابع منه أساسا ومع منه حينضم أنا شخصية أشوفها ممكن ممكن يكون هو آرثر ما أدري عندي حساس أنه ممكن يكون آرثر هو الشخص اللي سيقلت عنده هذه الوسطة ما أدري أو أنه شخص ثاني ما انتبهت له بس أحس آرثر ناسب هذا الشيء ما أدري ليش أشوف أنه آرثر ممكن هو الشخص واللي أتمنى كوي طبعا هو مع شنرا ثنين لو كانوا مع بعض هذا أمنية متوقع نفس الوقت تعال إن جاء جاء زين كما هجل أحد يقول لي ترك تضيع ولا شيء خلا أنا الإنمي يفقع واجهي على كل الحلقة الأمانة تقييمها بالنسبة لي أعطيها تسعة تسعة ونصف من عشرة عجبتني فيها الحماس القتال كشف حقائق جديدة أسراحة جميل الإنمي أهلا متحمس مع فاير فورس بشكل لا يوصف سنى حلقة الجاية على حر من الجمر أتمنى أني وفقت في نقل هذه الحلقة على أكمل وجه لكم وأنني لا نسيت شيء تكلمت عنها كده لكم وصل نهاية هذه الحلقة وفي النهاية يقولوا معي سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وتبريك لا تنسوا الاشتراك اللايك الشير أراكم على خير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة